بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة من دورة تعني برنامج وورد الاحترافية واللي راح تكون إدراج الصور والأشكال ومرضعات النص طبعا في المحاضرات السابقة شرحنا مجموعة الحافظة ضمن الصفحة الرئيسية ومجموعة خاط ومجموعة فقرة تبقى مجموعة أنماط ومجموعة تحرير إن شاء الله راح نشرح في المحاضرات القادمة كل جزء من هاي المجموعتين راح نشرحها على أحده إن شاء الله بالإضافة إلى المحاضرات القادمة محاضرتنا اليوم هي من المحاضرات المهمة والهامة واللي هي إدراج الصور والأشكال ومرضعات النص فيما يخص الصور طبعا اسم محاضرتنا هي إدراج الصور فإذن كل العمليات اللي راح نقوم بيها اليوم الإدراجية هي من قائمة إدراج فحتى نضيف صورة نروح على إدراج بعدين نروح على صورة بعدين مثلا أنا راح أختار مكان الصورة وليكن هذه اللي هي بسطح المكتب طبعا هذه الصورة أجتنا بكل بساطة أقدر أكبر حجمها من هذه المقابض الموجودة وأقدر يعني طبعا أصغر الحجم وأكبر الحجم وبنفس الوقت أقدر أدور هذه الصورة من خلال الخيار أو من خلال هذه الدائرة اللون الأخضر أقدر أدور الصورة بالاتجاه اللي أنا أريده ومن خلال هذا الخيار اللي هو أندو هذا اللي علي السهم هذا الخيار خاص بالتراجع خطوة إلى الوراء وأقدر طبعا كل كليك أضغط عليه راح يرجعني خطوة حتى أتراجع أكثر من خطوة أضغط أكثر من كليك طبعا في برنامج وورد البرنامج أتعامل مع الصور كأنه نص وليس كائن صوري يعني لما أجي أحرك هاي الصورة ما تتحرك هاي الصورة ما تتحرك ليش؟ برنامج يعتبرها نص ما يعتبرها كائن صوري يعني إذا أريد أنزلها أضغط انتر حتى تنزل إلى الأسفل أريد أصعدها بالباقي سبيس ولكن أنا أريد أتحكم بها ككائن صوري وليس ككائن نصي بيش حالة حتى أحركها وأقدر أتحكم بها براحتي أضغط كليك أيمن على الصورة وأختار التفاف النص أضغط كليك أيمن ونختار التفاف النص ومن ثم نختار أمام 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 النص ومن ث ما يعرفون شون يحركون الصورة. طبعا بعد ما اضفت الصورة بعد ما اضغط عليها كليك ستطلع لي قائمة جديدة اللي هي اسمها تنسيق. وطبعا هذه القائمة هي بيها هواي امور وان شاء الله راح نشرح هاي الامور كلها ان شاء الله او اغلبها في هذه المحاضرة والجزء اللي راح يتبقى نشرحه بالمحاضرة القادمة. نجي الى اول خيار. هس ممكن واحد يسأل يقول انا ما عندي قائمة تنسيق. انا ضفت الصورة وما عندي قائمة تنسيق. شلون? المشكلة انه لازم احنا حتى لو نضيف صورة لازم نضغط عليها كليك حتى تطلع لنا قائمة تنسيق. هذي القائمة اللي تشوفوها قدامكم. طبعا اول جزء من قائمة تنسيق هو الجزء الخاص بازالة الخلفية. ازالة الخلفية يعني شو? يعني هسا هذي الصورة اللي هي النظارات بها هذي الخلفية اللي هو باللون الرصاصي او الرمادي. وهذا الباكراوند اللي هو باللون البرتقالي اضافة الى الفيكتور الموجود باللون الاسود. اني لو فرضا ردت استقطع فقط النظارات. واريد الاغي هذا الباكراوند الموجود حتى استخدم النظارات لعمل مثلا بوستر. اه ممكن واحد يسا يقول موجود برنامج الفوتوشوب. في حال انه انا ما اعرف على برنامج الفوتوشوب. اش اسوي? طبعا بعد ما انا ضفت الصورة اضغط عليها كليك اروح على تنسيق. واروح على ازالة الخلفية. طبعا البرنامج رح يحاول يتنبأ لي بالكائن الموجود ويستقطع للخلفية. نلاحظ ان اللون اللي الموجود باللون البنفسجي هذا اللون اللي هو رح يستقطع. يعني هاي المنطقة هاي المنطقة اللي هي خارج اه هاذ المرضع ايضا رح تستقطع. زين هاي المنطقة انا اريدها لان هي جزء من النظارات. اش اسوي اجي هذا الاطار شوي احاول اوسعه. حتى يكون. نحاول انوسع الاطار. حتى يكون الاطار يعني كنت يحتوي النظارة. ونحاول نلغي الجزء هذا اللي هو بالاسفل وطبعا اقدر عدي هذا الخيار اللي هو وضع علامة في المناطق الواجب ازالتها هذا الخيار اقدر الغي المناطق اللي انا ما اريدها مثلا هاي المنطقة انا ما اريدها اريد بس النظارة اقدر اضغط عليها كليك واقدر اضغط كليك هنا والاحظ انه النظارات بقت وحدها وشكوا باللون البنفسجي راح يختفي ويلغي بعد ما اضغط على الاحتفاظ بالتغيرات طبعا ممكن واحد يسأل يقول انه هاي الخطوة صعبة ممكن انت تعيد الفيديو مرة مرتين تفهمها كلش سهلة انا ما سويت شي بس مجرد انه لغيت اللون اللي انا ما اريده طبعا هذي النظارات انا ضفتها ومثل ما تلاحظون صارت عدي صورة جميلة اقدر اصنع بيها بوستر انا اريد اكتب كتابة بهالمنطقة بيش حالة الى ابقى اضغط انتر الماوس ما راح ينزللي الى الاسفل ليش لان راح يتفعلي ويزحفلي الصورة الى الاسفل في بيش حالة انا محتاج ان اضيف كتلة نص اقدر اتحكم بيها واخليها باي مكان انا اريد هذي كتلة النص اللي انا اقدر اتحكم بيها اسمها مربع نص مربع النص وهو كتلة نص منفصلة عن النص الاساسي اقدر اتحكم بيه والونه وانسقه بالتنسيقات اللي انا اريدها بكل حرية وسهولة اشلون اضيف مربع نص طبعا بعد ما اروح على ادراج اروح على عدي هذا الخيار اللي هو مربع نص هذا الخيار اللي هو مربع نص راح يطلع علي هذين اشكال مربعات نص جاهزة انا افضل ان ارسم مربع نص بايدي اللي هو من خيار رسم مربع نص واجي هنا ارسم هذا مربع النص واكتب مثلا زرقاء اكتب مثلا زرقاء اليمامة مثلا وطبعا اقدر انسق النص اللي انا ضفته من خلال الصفحة الرئيسية مثلا ما اتعلمنا بيه المحاضرات السابقة اقدر اكبر حجم الخط ازغر حجم الخط اقدر امطي بولد اقدر اغير لون الخط مثلا الى اللون الازرق وهكذا صارت عدي هذه الكتابة لاحظ انه مربع النص لاحظ انه مربع النص يحتوي على خلفية ذات لون بيضاء ويحتوي على اطار ذات لون اسود هذا الاطار اللي هو باللون الاسود اسمه المخطط التفصيلي والخلفية البيضاء اللي هي الموجودة داخل مربع النص اسمها التعبئة فيفضل عندما اضيف مربع النص يفضل ألغي لون التعبئة وألغي لون الاطار او المخطط التفصيلي زينا شون ألغي لون التعبئة ولون الاطار أحدد المربع النص وأروح على قائمة تنسيق وعندي هذا الخيار هنانا اللي هو تعبئة الشكل تعبئة الشكل اللي هو الخاص بتعبئة مربع النص طبعا أقدر أغير لونه إلى اللون اللي أنا أريده مثلا أخضر وبنفس الوقت أقدر أختار بلا تعبئة لمن أختار بلا تعبئة يعني معناتها مربع النص صار خالي من التعبئة وألاحظ أنه صورة النظارات صارت ظاهرة من خلال مربع النص أش بقعدي؟ بقعدي الإطار هذا الإطار اللي هو المخطط التفصيلي طبعا من نفس الخيار من قائمة التنسيق ولكن الخيار الأول اللي هو تعبئة الشكل الخيار الثاني اللي هو المخطط التفصيلي وأختار بلا مخطط تفصيلي يعني أنا شويت؟ سويت بلا تعبئة لغاية اللون الأبيض اللي هي خلفية البيضة وسويت بلا مخطط تفصيلي لغاية الإطار المحيط بي المربع النص طبعا أقدر أنا أتحكم بي مربع النص ويعني أنقل مكانة أقدر بالأسهم وأقدر بالماوس مثلا أنا رح أخلي هذا الشكل نقول هي شي ونضيف مربع نص آخر حتى هم نتعلم نروح على إدراج مربع نص رسم مربع نص وأختار مثلا بهالمنطقة لتجارة النظارات الشمسية والطبية طبعا أقدر أحدد النصي أما من كونترول أي للكيبورد أو بالماوس أحدده وأقدر أكبر حجم الخط مثلا وأختار لون خط مثلا هذا اللون الأسود أو ممكن لون جوزي يرمز إلى النظارات الشمسية مثلا وأقدر أنطي بولد وأتحكم بهذا المربع النص طبعا أريد ألغي الإطار الموجود المخطط التفصيلي من خلال تنسيق المخطط التفصيلي وأختار بلا مخطط تفصيلي ممكن أنا أجي أزغر شوية مربع النص أزغر النص شوية وأخليها بهالمكان هذا فيما يخص إدراج مربع النص أقدر بعد أضيفت لمسة جميلة من خلال الأشكال الإدم حتى.. الأشكال الأشكال هي عبارة عن أشكال جاهزة أقدر أضيف وتحكم بيها مثل ما أنا أريد مثلاً أنا راح أضيف شكل مربع أو مستطيل طبعاً بعدما أنا اختاريت الشكل بعد ما اختاريت هذا الشكل من قائمة إدراج اختاريت الشكل اللي أنا أريده راح أتحول شكل الماوس إلأ علامة زائد والبرنامج هنا أنا ينبهني أن أقدر أرسم الشكل اللي أريده من خلال الماوس مثلا هذا الشكل اللي اني اخدته او الشكل اللي اني رسمته رح احاول اغير لونه شلون اقدر اغير لونه بنفس الفكرة اللي قبل شويش رحنا شون نغير او نلغي لون المربع النص احدد الشكل واروح على قائمة التنسيق ومن تعبئة الشكل رح اختار مثلا لون احمر ومن المخطط التفصيلي رح اختار بلا مخطط تفصيلي يعني رح الغي المخطط التفصيلي وممكن اضيف مربع نص فوق الشكل اللي انا ضفته شلون كلش سهلة اروح على ادراج واختار مربع ناص واجي على رسم مربع ناص وارسم مربع ناص بهالمنطقة ونكتب مثلا اعينكم امانة في اعناقنا مثلا طبعا نقدر نحدد الخط ونكبر حجم الخط بنفس الوقت قلنا لما نضيف مربع ناص راح ينضاف لون تعبئ ابيض ومخطط تفصيلي اسود طبعا نقدر نروح على تنسيق ومن تعبئة الشكل نختار بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي نلاحظ انه هذا اللون الاسود ما متراهم كل شوي اللون الاحمر مو واضح نقدر نغيره الى اللون الابيض شلون نفس الخطوات اللي احنا تعلمناها سابقا ونختار مثلا ممكن نمطيها بولد ممكن ازغر شوي حجم الخط ممكن اختار حجم خط 32 او 34 انتر طبعا اقدر اتحكم بي مثلا الحجم او المكان الموقع طبعا صار عدي بوستر جميل مثلا بوستر اعلان لنظارات شمسية او محل نظارات شمسية واقدر استفاد من هذا البوستر اطبعه واقدر انشره على الفيسبوك واتحكم به مثل ما اريد ممكن واحد يسئل سؤال يقول انو هذا البوستر انا سويته ببرنامج لورد اريد احفظه على شكل صورة برنامج لورد ما يحفظ البوستر على شكل صورة او ما يحفظ صفحات على شكل صورة وشون اقدر اتحكم بهذا البوستر طبعا اكو ادوات موجودة داخل نظام ويندوز اداة اسمها snubbing tool اللي هي مختصة في التقاط صور للشاشة طبعا ان شاء الله راح نشرح لكم هاي الادات شون هي نروح الى my computer جهاز الكمبيوتر طبعا بعد ما نروح على جهاز الكمبيوتر بهذا الشريط tip snubbing tool s-n-i b-b i-n-g tool هاي الادات داخل microsoft وانتظر شوية بينما البرنامج يحمل لي هاي الادات طبعا مثل ما تشوفون ثم ظهرت هاي الادات اللي هي علامتها مقص وحبل طبعا اقدر افتح هاي الادات افتحها او الغي النافذة هاي الادات صارت ظاهرة عدي اروح على افتح برنامج الورد وعدي هاي الادات انا فتحتها اقدر استدعيها من نانا واختار new اختار الخيار new طبعا راح يتحول لشكل ما وسل لعلامة زائد اقدر ارسم المساحة اللي اريد احولها الى صورة مثلا هاي المساحة وبعدها راح تتحول الى صورة اقدر احفظها من خلال هذا الخيار اللي هو علامة الفلوبي او السيف واسميها مثلا بوستر ومثلا راح احفظها على سطح المكتب سيف طبعا اقدر الغي الادات ومثل ما تلاحظون انه هذا البوستر مثل ما تلاحظون هذا البوستر الجميل اللي تشوفوا قدامكم بوستر بسيط اشتغلناه ببرنامج الورد وجدا سهل طبعا هذا راح يكون هو التطبيق لمحاضرة اليوم يعني محاضرة اليوم ان شاء الله راح تطبقون بها هذا البوستر اللي هو عمل هذه الصورة طبعا هذه الصورة انا ان شاء الله راح حاول ارفق لكم اياها بها الفيديو على الفيسبوك وطبعا اللي يحب يستخدم هذه النظارة اوكي اللي يحب يستخدم غير صورة ماكو مشكلة ولكن الافضل تستخدمون هاي الصورة وتشتغلوا لي بوستر مثل هذا البوستر ولكن هنا بكان مازرقاء اليمامة كتبولي اسمكم الثلاثي يعني شلون يعني انا هنا نقاح اجي اكتب مثلا بها اجي اكتب مثلا بها بدل ستار جبار لاحظ ان اسم الجد الثلاثي اختفى شنو المشكلة المشكلة ان حجم النص كبير ومربع النص صغير اقدر اتحكم بمربع النص واكبر حجمه بمثل ما تلعظون ظهر عدي مثلا جبار اقدر ازغر حجم الخط واخلي مثلا بهالمكان طبعا هذا هو الواجب الخاص بهذه المحاضرة طبعا كتابة الاسم الثلاثي بلون الازرق وكتابة لتجارة النظارات الشمسية والطبية وكتابة هذا النص اعينكم امانة في اعناقنا واضافة النظارة طبعا ملاحظة اللي يشوف انه الدرس صعوب بامكانه ان يعيد الفيديو اكثر من مرة حتى يستوعب الدرس طبعا اللي مثلا ما قدر انه يحتقط صورة لهذا البوستر من خلال اداة السنابينج تول يعيد الدرس وكيفية البحث على الادات السنابينج تول ويقدر يستفاد من هذه الاعدات الواجب هو كما تعودنا تلتقطون صورة الواجب بالتليفون والدزولية شرط ان يكون الاسم الثلاثي موجود عند كل شخص التقيكم في المحاضرة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة